لذلك بمقدمة فأقول أن الدستور والنظام السياسي لا وجد في الإسلام القرآن الكريم لم ينص على دستور للنظام الحكم ولم ينص على حق فئة من الناس بأن تحكم العالم كله ولم يتحدث عن كيفية النظام السياسي وكيفية الحاكم وما يشرط الحاكم ومن أي قبيلة بأبناء فاطمة أو لا بأبناء علي أو بني هاشم أو قريش أو كذا كل هذا الحديث ما موجود في الإسلام لا القرآن تحدث عنه ولا النبي الأكرم تحدث عن ذلك وعندما توفي الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بعدر الأنصار بصورة عفوية إلى الاجتماع في ثقيفة بني ساعدة واختيار أمير لهم كما كانوا يؤدون قبل مجيء النبي لعبد الله بن أبي أن يكون ملكا عليهم كانوا يردون أن يتوجوه كأملك أو أمير على يثرب على هذه المدينة فتسارعوا بعد وفاة الرسول إلى اختيار أمير لهم ثم دخل المهاجرون إلى ثقيفة بني ساعدة وحاججوهم وقال لهم بأن الآن توجد دولة تقريبا شبه دولة إسلامية وأن العرب غير مستعدين للإنصياع لكم أنتم رحصوا الإمارة وحدكم والعرب رح يتفرقون عننا فنحن أولى بالإمارة منكم والخلافة لا تكون إلا في قريش هكذا قال أبو بكر ولم ينقل ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونما قال كأمر واقع أن العرب تسمع وتطيع لقريش قريش كان لها منزلة عظيمة عند العرب قبل الإسلام حتى فإذن اتفقوا على أن ينتخبوا أبا بكر ويعني سيطر القراشيون يعني على الخلافة لقرون من الزمن أول شيء أبو بكر عمر أثمان علي بن أبي طالب الحسن الأمويون جاءوا أيضا وقالوا نحن أيضا من قريش فنحن أيضا يحقوا لنا أن نحكم وحكموا تحت ظل هذا الشعار عن الخلافة في قريش والعباسيون بعدهم جاءوا أيضا وقالوا نحن ليس قريش فقط وأنه نحن أترة الرسول فاختلفوا مع الأمويين حول حصر الخلافة والإمامة في الأترة كتاب الله وأترتي قالوا أن النبي ترك شيئين أني تاركم فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وأترتي أهل بيتي طبعا العربين العباسيين لم يقولوا أهل بيتي قالوا أترتي فنحن من الأترة أترة عن العشيرة فنحن أحقوا بالحكم من الأمويين وحكموا قرون من الزمن العلوين في نفس الوقت قالوا لا ليس الأترة بصورة المطلقة وإنما أهل البيت الكيسانية قالوا أن محمد بن حنفية هو ابن علمنا بيطالب وبالتالي أيضا من قريش وبالتالي هو يحق له أن يكون خليفة وحاكما أبناء فاطمة قالوا لا أنتم أبناء علي ما نخصكم بالحكم والحكم فقط أنه لأبناء فاطمة لأبناء الحسر والحسين وليس لمطلق أبناء علي خلاف صار في داخل العائلة الواحدة ثم يعني تشردم أهل البيت أيضا إلى عوائل وبيوت فكل بيت كان يدعي حصر خلافة فيه ونفيه عن الآخرين وبعضهم كان يقول لا الإمام هي شورى لعامة المسلمين وقد تعرضنا في الحديث عن رؤية الإمام علي وأهل البيت في القرن الأول وإيمانهم بالشورى وليس حصر الإمامة فيهم وهذا أدت محاضرات ألقينا في هذا الموضوع والآن نحاول أن نتحدث عن الزيدية الزيدية ابتدأوا من الإمام زايد بن علي زايد بن علي ابن علي بن الحسين قام بثورة سنة 122 على الأمويين على هشام بن عبد الملك وقال نحن أولى من هؤلاء الأمويين الفسقاء الفجرة كذا فنحن ثم يعني قتل طبعا زي في تلك المعركة في الكوفة ونشأت حركة زايدية من أبنائه ومن أقربائه من الحسنين وغيرهم التفوا حول هذا المفهوم أن أهل البيت أولى من غيرهم وكانوا يؤمنون بالشورة ولو بعض الزيدية يجادلون اليوم كما أحد الأخوة تداخل اليوم معي عندما نشرت هذا المقال وقال لا زايدية من أول يوم ما كانوا يؤمنون بالشورة كانوا يؤمنون بحصر الحكم والخلافة فيهم أنا قلت لا تطوروا وجماعات زايدية مختلفة كانت كانت تؤمن بالشورة وليس كلهم كانوا مثل الجارودية مثلا سوف نتعرض لهم بعد قليل هؤلاء كانوا يؤمنون بالشورة المطلقة وكانوا ضمن الحركة الزيدية ضمن الثورة التي كانت موجودة لذلك الأيام والفكر الشوري السائد إلى أن جاء بعض الأئمة الزيدية وحصروا الحكم والخلافة والحق بالحكم والخلافة فيهم فقط ونظروا مثل القاسم الرسي نظر إلى أن الله وضع هؤلاء آل البيت فوق الناس جميعا والناس لازم يطيعوهم وذولا أسياد الناس وإلى فترة قريبة أيضا كان الخط العام للزايدية يؤمن بأن الحق حكم إلهي هذا من الله تعالى وهم أولى بالحكم من غيرهم طبعا حدثت تطورات حديثة في صفوف الزيدية وكثير منهم آمنوا بالفكر الديمقراطي بالمساواة بالعدالة للجميع وبعدم امتيازهم بالحكم على الناس وتكبرهم وترفعهم ونحن السادة وأنتم العبيد وأنتم المواطنين العاديين هذا موجود أيضا في ما تبقى من الحركة الزيدية في نفس الوقت لا يزال يوجد بعض من يؤمن بحق أعلي البيت في الحكم الشيعة الإمامية ترجمة نانسي قنقر